مرحبا بكم في فيديو دي اليوم في هذا الفيديو هذا كما اشتركوا في عنوان اولا في تامبلر سنتعرفوا على مين تلقى افضل بوط مجاني 100% للتداول كيف تختار افضل بوط مجاني وكذلك كيف تخدم هذا البوط هذا في متا تريد بزاف منكم اللي يعجبهم هذا الفيديو هذا قبل ما نبدأوا انا يا رانيكا نجرب مجموعة دي للبوطات من هذا النوع هذا من بعد ما سنجربهم بواحد شهر ان شاء الله سنبرتج معاكم افضل البوطات اللي جربتهم وخدموا لي بواحد شكل زوان وكذلك سنبرتج معاكم البوطات اللي ما نصحش بهم نهائيا ما تنساوش لايك سبسكرايب وكونتر خاصة ننشوف التفاعل في هذا الفيديو هذا باش نتحمس اننا نقلب لكم على افضل البوطات المجانية نبدأوا في الفيديو اول حاجة اللي غدا نحتاجوها ان شاء الله اللي هي MQL5 هادسيت هذا اللي موتوق جدا سواء بغيت تشري منه شي حاجة او اللي كانت في شي حاجة مجانية فرد تقدر تستخدمها عادي جدا ما تخافش انهم يهاكيهوا كل يوقع لك شكل مشكل نهائيا MQL هو الماركت بليس الأوفيسيال ديال الميتا تريدر يعني بلاتفورم اللي تيقى وتقدر تخدم معاه من بعد ما قد ندخلوا لسيت ديالنا MQL5 ضرورة انك تكون مصاوب واحد الكونت هنا واحد الحساب انا كما لكم تشوفوا راني داجا مصاوب واحد الحساب هنا ستدخل هنا للماركت ديالهم هنا في الماركت ديالهم كانين مجموعة كبيرة ديال الحواج كانين انديكيترز كانين عاونوك في التداول ديالك وكذلك كانين بوتس اللي يتداولوا في بلاست اول ما قد ندخل سيخرجون لك هنا بزاف الحواج وكما لكم تشوفوا هناك كانين واحد اثمينة اللي تعتبر نوعا ما كبيرة مثلا هذا البوت هذا اللي يدير الف وسبعمائة دولار ولكن هنا بما انه ما عندناش هذا الباديجت هذا ديال الف وسبعمائة دولار بشأن نانفي سيوه في بوت سندخلوا لهنا هاد سي اول ونجاول لهنا هاد البلاست ديال فري وهنايا بالضبط غادي يخرجوا لقاع الحواج اللي مجانية هاد الماركت بلايس هاد من بعد ما دخل الهنايا لهاد البلاست هاد فين غادي يلقوا قاع الحواج اللي مجانية وجدت لكم هنايا واحد الحواج اللي ضروري انكم تديروهم باش تختاروا البوت المناسب لكم والبوت اللي يقدر يحقق لكم واحد الارباح هادي هي الطريقة الشخصية ديالي باش كنقلب على اي بوت من هاد البوتات ماشي شي حاجة اللي خارقة للعادة اول حاجة باش الليميتيو باش نقصوا من روشيرش ديالنا هنايا غادي تجي لهاد البارد روشيرش هادي وغادي تطابة EA اللي هو اكسبرت ادفايزر فوالا من بعد مكتبنا هاد EA هادي اللي هو اول حاجة اللي خصنا نديروها غادي يخرجوا لنا هنايا مجموعة ديال الاكسبرت ادفايزر غادي تجي وتحط لصوري ديالك على اي واحد منهم وغادي يخرجوا لك هنايا الريفيوز اللي عند كل واحد منهم بحل مثلا هاد عندو واحد وعشرين ريفيو انايا الشرط اللي ديرو هنايا هو خطار قاع اللي عندهم كتر من واحد وعشرين ريفيو الى كان شي اكسبرت ادفايزر عندو كتر من واحد وعشرين ريفيو بحل مثلا هنايا غادي نجيول هادا غادي نديرولو open new link هادا عندو 11 9 11 155 اجي اه اجي اه اجي اجي اتنااش 36 تهو نجيبوه 26 فوالا نضن هادو كا تيست في هاد الفيديو هادرهم كافيين ما انايا في العادي ديالي كنجبدو المينموم هنايا كنجبدو المينموم هنايا واحد العشرين اكسبرت ادفايزر باش نختار من وسطهم من بعد ما كتختار دوك الاكسبرت ادفايزر اللي محتاج او اللي عندهم الريفيوز كتر من واحد وعشرين غادي نجيو لدك البوط هاداك وغادي ندخلو للريفيوز ديالهم والمطلوب منك الحاجة الثالثة اللي خسكت دير هو تقرأ الكومنتر المشي زينة ننسى الكومنتر الزينة لاحقا الكومنتر الزينة غادي تحمسك حنايا وشخصنا نقرأ الكومنتر اللي ماشي زينة عندك هاد البوط هادا الريفيوز دياله تقريبا كاملين الريفيو الوحيد اللي شبه ماشي زين وعطي له جوش فاصل خمسة اللي هو هذا واشا كيقول في هاد الريفيو هادا كيقول باللي هاد البوط هادا زوين ولكن في واحد شوية ديال المشاكل اللي هو هاد البوط هادا غي سومي أوتو يعني كيحلك صفقات وما كيقدرش يبلعها الريفيو اللي معقول ماشي شي مشكل اللي كبير نمشيو نشوفو البوط اللي مورا نمشيو للريفيوز 177 كيما قلنا نقلبو غير الريفيوز اللي ماشي زينين نديرو نيغاتيب وورتلس اريزم ميجر قامبل ابريتام ييوز this not وورتلس من وسط 177 هاد السيد هو الوحيد اللي اعطاه نجمة واحدة فقط وقال بالله مايستاهلش نهائيا انك تعتمد عليه في دخول الصفقات ديال نمشيو اللي نبعدو نيغاتيب ووالا هادة ربعة وخمسين ريفيو بزاف ديال الريفيوز اللي كيقولوا بالله هاد ووالا شوف معايا هادة وش قال لهم هنايا هادة قال لهم ايلا بغيت تكسر الفلوس ديالك دخول مع هاد الـ EA هذا دخول مع هاد الـ expert ادفايزر هذا قال لك هاد الـ EA كيخدم خير ميك تكون الـ consolidation ميك يكون ميك يكون الـ price واحد الـ consolidation ولكن مين كيخرج من الـ consolidation وكيدخول في الترين هاد الـ EA كيبقى يدخل دخلات اللي عشوائية 100% وغادي يخسرك الفلوس ديالك لذلك حنايا مستحيل اننا غادي انتراستيو هاد الـ gold edge هذا بناءا على جديد الحوائج اول حاجة اللي هو بزاف ديال وهادي واحد حاجة اللي ميك يزوينا ثاني حاجة هو هاد الهضرة هادة يعني ضروري انه الـ review خاصة يكون هادرة مقنعة بالله هاد الـ EA هذا ميك يزين والمشكل اللي كين في هاد الـ EA هذا مستحيل يتعالج وهادي هي الحاجة الرابعة اللي خاصنا ناخدوها بعين الاعتبار بحل مثلا الى جينا نقارنوا ما بين هادة هاد gold edge وهاد center هاد center هاد كما قلنا المشكيل دياله هو انه غيسو يمي اوتو يعني صفقات كيحلهم وما كيقدرش يبلعهم ولكن هاد المشكلة هاد احنا يقدروا نحله سواء باننا نرضوه اوتوماتيك كيدخلنا بواحد stop loss في واحد البلاسة وtarget في واحد البلاسة يعني ماشي تكون محلولة مية في المية وهو يبلعها ويحلها وما بغت يعني انتايا كدددخل ديريكت هذا ممكن يحللنا المشكل ثاني حاجة اللي هي ممكن نهضرهم على السبور ديالهم وهوما يريقلون هاد المشكل هاد ويولي اوتوماتيك مية في المية اما بالنسبة لهاد gold edge فتوحد فينا ما كيقدر يعرف فوقاش الماركت غادي يكون في consolidation وفوقاش غادي يخرج من ال consolidation ويدخل في trend يعني انتايا ما غاديش تقدر انك تخلي البوت وتبقى مراقبه مين يكون ال price consolidation تطلق البوت مين يدخل في trend تريض البوت هاد المشكل هاد ما غاديش نقدروا نحله اما بالنسبة لهاد سانتر هاد فالمشكل ديالنا غادي نقدروا نحله باش مايجيناش الفيديو طويل غادي ناخدو هاد سانتر هاد من بعد ما عجبنا هاد سانتر هاد غادي ندخلو الميتا تريدر ديالنا متا تريدر فايف طبيعة الحال فوالا من بعد ما غادي يكون عندكم متا تريدر ديالكم اول حاجة غادي تديروها اللي هي غادي تجيو لهاد هاد تولز هادي غادي تهود لهاد ماركت هادي نكبروها هنا هاد ماركت غادي يخرجوا لك كيمة كي يخرجلك هاد نفس الحويج اللي كانين في MQ MQL5 هنا ها فرق غادي تلقاهم هنا ب�� دعه غادي خرجو لك هاد فيه غادي تجيو هنا هاد غادي تختاره هاد we غادي اتطبي هو غادي تخرجوالك و غادي يخرجلك هاد غادي توطاع هاد هاد غادي توطاع هاد حادي غادي خرجو reins Abgلا beha هاد تقيقاء الليació في MQL5 بطبيعة الحال ستدخل المعلومة لك وانا قمت بلوغين دركي بكل بساطة سنوطع لها الدونلود وبهذه السهولة سيكون دخل لأكسبرت ادفايزر الميتا تريدر ديالي هنا من بعد مما دخلنا لأي اي ديالنا سنوطع لقزو يو اس دي هنا سنجيو لهذا السن سنتر اي 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 امتي فايف نوطع لها دبل كليك وانا سيخرج لنا هذي هنا في انتائي كتريقل قاع الامبوت ديالك او للاتنجز ديال EEA نجيو لهنا لهذهي الامبوتة هذه هنا يعدنا مجموعة ديال المعلومات غضينفوتوا عليهم حاجة بحاجة غضينحاول نفهمها لكم حاجة بحاجة اول حاجة اللي هي Automatic TimeFrame اللي هو يبقي بطبيعة تم termosна غضيندها هنا هنا تلك هناي هنا TimeFrame 15 دقيقات اللي كي يجي بيها هنا LotSize هذه مهمة جدا ولكن المهمة فيهم هي تحتانيها هذه اللي هو é AlertSize اللي انتائي تخدم به وهذه الفوقانية تاية مهمة اللي هو واش نتاية بغيت واحد لوت صايز اللي يفيكس يعني تتقرر واحد لوت صايز بحال مثلا صفر خمسة صفر فاصلة خمسة او الا بالنس لوت اللي هو تح المكان عندك البالنس هو يطلع لوت صايز احنا يا غد نديرو فكسد لوت وهنا في لوت صايز نختارو كم ما قلنا صفر خمسة هادي كالندر فيلتر اللي هو ايام الشهر خليها فولس هنا هايا لأيام اللي بغيتو يتريديهم مثلا 2 3 4 5 جمعة كاملين يتريديهم سبت حد دروبو ما يتريديش يعني من 2 تلس جمعة غادي تديرو ثبت حد ترجعها فولس بطبيعة الحال هنا يدلو ساعات تداول معينة يعني يتريدي واحد الساعات من النهار هادي حاجة زوين تقدر تتحكم فيها كما بغيت هادي تجاز تيك بروفيت باست او بالنس هادي البالنس ديالك شحلم ما كبر شحلم ما هو غدي يكبر تقدر تخليها ترو أولا تدير واحد تيك بروفيت معين ويبقى دايما محتارمو عمرو يبدلو فهذا الحالة خاص تقدير فولس هنا يا تيك بروفيت من الاكاونت بالنس هايا راهم قايني للك بالكورنسي ماشي بالبرسنتاج يعني انت ايكو تباغي تجيب ارباح ديال 500 دولار فغادي تطبي هنا خمسمية اعطاء ستو بلووس دلهم ترو بطبيعة الحال هانا يقدرك أدجاز تو بلووس باستين بلينس الانت اما باقي المعلومات فما عندهم مستحي اهمية نظر نرى نشرح لكم كل شي الحويج المهم من جدا من بعد مما تريق لقع سيتنجز ديالك على حساب نتايا فاشكة ترتاح غادي تجيل هنا ممكن تدير سيف لهذه السيتنجز هذه إلا كنت غادي تحتاجها من بعد ونديروا أوكي وكما راكم تشوفوا لأي اي ديالنا راخد دام دابا غادي بقى يدخلنا صفاقات بوحدو نستناو ونشوف وش حال غادي يحققنا ديال الأرباح فهذا الشهر هاد كان دول فيديو ديال اليوم نتمنى نتمنى أنه يعجبكم ما تنساوش لايك سبسكرايب وكومونتير كان دول فيديو ديال اليوم نضرب لكم وعد في حقق الأخرى ان شاء الله ديراري دريات بيس